أهلا بكم كبسولتنا اليوم راح تكون عن مرض السكري وعمليات السمنة دم فيه كلام كثير طبعا إحنا سمعنا ونتكلم كثير وتكلمنا عليها أنه عمليات سمنة تكميم تحوير تشفي بإذن الله من السكري النوع الثاني النوع الأول ممكن تتحسن ولكن هل ممكن نعرف مين الشخص اللي ممكن يشفى والشخص اللي ما يمكن يشفى أو يكون شفاء أو أقل نعم هناك عوامل أو ما يسمونها عوامل تقييم نعملها للأشخاص اللي عندهم مرض سكري من النوع الثاني وجايين يسوون عمليات من أجل الشفاء أولا لا يجب أن نعمل العملية إلا شخص بدين وعنده سكر نوع ثاني وعادة نفضل الناس اللي كتلت جسمهم فوق الثلاثين يعني عنده عشرين كيلو زيادة على وزنه هذول تصلح لهم العمليات للشفاء من السكري الثنين يفضل أنها تسوى بشكل مبكر يعني كلما زاد أو زادت مدة السكري عندك كلما قلت نسبة الشفاء وكلما بدأت تستخدم الإنسلين طبعا هذا لا يعني أنك لا تستخدم الإنسلين استخدم الإنسلين الإنسلين يعني أنه ضرورة بالنسبة لك لما تبدأ فيه لكن هذا يدل أن البنكرياس بدأت عندك ما تشتغل بشكل جيد فإذا بدأت أنك تحتاج الإنسلين هذا عامل آخر أنه ربما تأخرت شوية بس أنه ما زال فيه شفاء يصل حيانا لستين سبعين في المئة والناس اللي مر عليهم عشر سنوات خمسة عشر سنة عشرين سنة ونسبة حقهم بالسكر عالي قليلة جدا عندهم والتراكمي عالي عندهم هذولي نسبة شفاءهم تكون أقل وفي علامات تقييم محددة نحن نجريها للمعرض المرضى وفي الدراسات العلمية أثبتتها أنه ممكن بقدرة الله نتوقع كم نسبة شفاءك بناء على العوامل اللي عندك مدة الزمانية نسبة احتياجك للإنسلين نسبة الإنسلين في الدم أشياء أخرى ولكن كل اللي بنفهمه من هذا الكلام كله لا تتأخر إذا عندك سمنة زيادة عشرين كيلو فأكثر وعندك سكر من النوع الثاني لا تتأخر من أنك تبحث عن طبيب من أجل إجراء عمليات سمنة للشفاء من السكري لأنك إذا تبكرت تصل إن شاء الله نسبة شفاء تسعين إلى مئة في المئة من السكري النوع الثاني تحياتي لكم وإن شاء الله تشوفهم بإذن الله من السكرية شكرا